كده يعني انتو فقدين كل شيء كاخليجيين يعني ليس لديكم اي شيء الان سوى انكم رفعون الروى البوضى بشكل اساسي انا اقول هذا حتى مصائر دولكم لا تقررون شيئا فيها واؤكد هذا اؤكد بان القرار الاستراتيجي اليوم ليس بيد دول مجلس التعاون الخليجي انما بيد الولايات المتحدة والتحالف الغربي يعني معنى ذلك ان كل ما يحدث من خطوات سياسية في المنطقة ليس نابعا من سيادة هذه الدول بالاساس وفي الجوهر نعم ليس نابعا من سيادة هذه الدول خذ مثلا خذ مثلا نحن في دول مجلس التعاون الخليجي نرغب في علاقات مع ايران الذي يمنع دول مجلس التعاون الخليجي من هذا ليس الخلافة الذي بين ايران والامارات حول الجزر ولكن الضغط الامريكي ببقاء الامر كما هو عليه موضوع العراق العراق نحن في دول مجلس التعاون الخليجي نرغب ان تكون هناك علاقات طبيعية ولكن يصر الامريكان على ان تبقى الامور في العراق على ما هي عليه حتى يتوفر البديل الامريكي داخل العراق الذي يحقق المصالح الغربية في النهاية في العراق حتى يرى الولايات المتحدة سياستها تجاه العراق فنحن ننتظر انفراجة خليجية لكن ليس قبل ذلك أظن ذلك هل يمكن للولايات المتحدة أيضا أن تحقق مصالح حافيد مع دول الخليج بعيدا عن المصالح الإسرائيلية أو المشاركة الإسرائيلية في هذه المصالح؟ التخادم الاستراتيجي بين الصهاينة والامريكان أصبح يعني لا يحتاج لكثير ذكاء لكي نصل إليه لا ليس هناك خط فاصل اليوم بين المصالح الأمريكية في الخليج والمصالح الصهيونية في الخليج ليس هناك أنا أعطيك مثل أعطيك مثل جاء أنا في الكويت عندما كنت مستشارا في مجلس الأمة الكويتي ما بين 92 و 96 جاء أنا في الكويت ثلاث وفود من الكونغرس الأمريكي ثلاث وفود ثلاث مرات ثلاث زيارات وفي كل زيارة تتحدث هذه الوفود التي جاءت من الكونغرس الأمريكي تتحدث عن موضوع توطين الفلسطينيين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل واضح شكل واضح أضوية أساسية لنا إن المفاوضات بين سلطة الحكم الذاتي والحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن نقطتين يا جماعة يقولون اللي هي متوقفة عندهم الآن آه القدس والعودة عودة القدس خلوها لنا إحنا إحنا أمريكان إحنا نحلها ونتحكم فيها أما عودة اللاجئين فهذه يرفضها الإسرائيليون قاطبة من يمين وشمال ووسط ولذلك إحنا جايينكم إحنا الأمريكان جايينكم نقول لكم وطنوا الفلسطينيين خذوا كوتا من الفلسطينيين لكي يستوطنوا هنا في الكويت وفي قطر وفي البحرين وإحنا إحنا رفضنا هذا الشيء نعم ورفضنا قبول هذا الموضع مبدئيا ما هي الأجندة التي يطرحها الإسرائيليون عادة أثناء تعاملهم مع الحكومات الخليجية؟ إيه إسرائيل مطالبها إيه تحديد؟ النفط النفط ومشتقات النفط هذه مسألة أساسية هو إلى الآن لا تعطون نفطا لإسرائيل؟ لا أعرف عمليا ماذا يحصل القطر وافقت منذ فترة طويلة على مد خط أنابيب حتى غاز إلى الكيان الصهيوني لكن تقول أنه خلاف تجاري ربما فإذن الصهاينة يريدون النفط من الخليج ويريدون توطين الفلسطينيين في الخليج ويريدون المال الفيوضات النفطية هذه الفلسطينيين والإسرائيليين ليست سوى مسرحيات بخصوص عودة اللاجئين وما تحدثون عنه ليس هناك قبول في الطيف الصهيوني من الليكود إلى السنتريست إلى الليبرز العمال إلى الأحزاب الدينية ليس هناك قبول إطلاقاً لفكرة عودة اللاجئين عملية الإختراق الإسرائيلي أو الصهيوني لدول الخليج العربي والجزيرة العربية ما هي وسائل الإختراق هذه؟ أول شيء يركز عليه الصهيوني اليوم في إطار الظروف الحالية الاختراق الثقافي كيف؟ كيف؟ موضوع التعليم في الدول الخليجية أصبح يؤرق الصهيوني يريدون إعادة صياغة النظام التعليمي في دول الخليج بحيث يخلو من الإشارات الدينية والإسلامية نعم